السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا المستشار أحمد سليمان ليه الشرف أن أكون أحد الأصدقاء المقربين للكابتن محمد رشوان بطل مصر وفخرها وفخر اسكندرية وشعبها وأهل منطقة كامبشيزار وناسهم الحلوين وليه الشرف أن أنا أكون من الأصدقاء العصر الراجل ده سواء وهو لاعب أو بعد ما اعتزل لعبة الجودو وقد إيه إحنا كلنا في اسكندرية سواء أصدقاء أو إخوات لي مقربين فخرين بي وبإنجازه بأخلاقه الرياضية اللي بيشهد لها الجميع سواء الصغير قبل الكبير حقيقي يعني والله أنا شاهدتي فيه مجروحة ولكن عاهدنا دايما في الكابتن محمد التواضع الخلق الرياضي القويم احترام المنافس وده يعني من ضمن الحاجات اللي خلته حقيقي يعني يكتسب احترام العالم كله في احترامه المنافسه وفي عدم استغلال نقطة الضعف اللي كان بيعاني منها من إصابته بطل العالم الياباني ياماشتا اللي هو كان منافس الكابتن رشوان المباشر في نهائي دورة الألعاب الأولمبية فلوس أنجلوس سنة 1984 وقد ايه هو احترم نفسه واحترم الرياضة اللي بيمارسها وقد ايه صدر للناس وللعالم كله المعاني السامية للرياضة وقد ايه هو كان يستطيع انه هو يفوز بالميدالية الدهبية بمنتهى السهولة لو كان سمع للنصايح المحيطين به انه هو يلعب على الرجل المصابة لبطل العالم مؤتها ولكن هو أثر ده واحترم الرياضة واحترم بلده واحترم أخلاقه الرياضية ونشأته طول عمره هو بيحاول يوصلها لكل الأجيال اللي بعديه كيفية احترام المنافس وانه مش كل حاجة المكسب المهم يوصل للناس المعنى والمفهوم الحقيقي للرياضة وده حقيقي هو خلاه يكتسب احترام العالم حقيقي يعني مش احترام المصريين فقط ولا احترام الشعب الياباني فقط انما هو كسب احترام العالم بأخلاقه وانجازاته اللي حققها لمصر والعالم العربي كله كابتن محمد ربنا يمتعك بالصحة والعافية ويبارك لنا فيك وتفضل دايما فخر لمصر والأهل الإسكندرية أهلك وناسك وجرانك وإخواتك وحبيبك وأصدقائك المقربين وإخواتك واللي أنا أتشرف ان أنا أكون واحد منهم دايما ربنا يوفقك ودايما ربنا يكتب لك النجاح والتوفيق في كل خطواتك وحياتك سواء اللي هي في مجال الرياضة أو في حياتك العملية ودايما ربنا سبحانه وتعالى يديم المعروف والود والمحبة بيننا ودايما نفتخر بيك أخ كريم وعزيز وبطل من أبطال مصر العظماء